نعم على ذكر ونحن نتحدث الآن عن الاقتصاد يعني في الحقيقة كنت أريد أن أسأل عن هذا الأمر تحديدا العقوبات هي عقوبات اقتصادية على الجانب الروسي لكن في الوقت الذي هناك عقوبات اقتصادية والتصنيف الثمانية الخاصة بروسيا بدأ في الانخفاض إلا أن أيضا الحديث عن الأزمة العالمية المالية على وشك أن تحدث أيضا نتيجة لهذه العقوبات إذن كيف ترى أوروبا الحل في هذا الأمر؟ الحقيقة الحل هو الاعتماد على البنك الأوروبي وعلى المدخرات الخاصة بالفرنسيين والأوروبيين هناك مستوى معين بيتم العيش معه تغيير بعض من العادات التي يقوم بها عملية المساعدة التي يدفعها البنك الأوروبي للدول ومساعدة الدول وهذا ظهر جليا من خلال حزمة المساعدات التي تم تقدمها جائحة كورونا لدول جنوب القارة الأوروبية بالرغم من معارضة جنوب شمال القارة الأوروبية وبمساعدة المستشارة السابقة ميركل للرئيس إيمانويل ماكرون الحقيقة هي نقطة هامة جدا الاقتصادات الأوروبية ستأثر بصورة قوية جدا ولهذا كان حديث الرئيس إيمانويل ماكرون بالأمس خارجيا بتقديم الدعم وإظهار الوحدة والقوة وممارسة الضغط على روسيا وزيادة العقوبات وعلى فكرة العقوبات ليست عقوبات اقتصادية فقط هناك عقوبات رياضية بحرمان روسيا من المشاركة عقوبات ثقافية مثلا مهرجين كان رفض استقبال أي أفلام روسيا نعم نعم دعاء ولهذا هناك الحديث عن محاولة إجبار روسيا ولو عن طريق السلاح النووي الاقتصادي كما وصفه ليس وصفي ولكن وصف برونو لومير بجعلها أنها تأخذ في الحزبين هذه الأزمة الإنسانية التي بدأت تصل منها وعشان كده أنا متواجد دلوقتي أمام بلدية مرسلية لأعلن على أن بلديات فرنسا كلها بدأت فتح أبوابها لأخذ المساعدات الإنسانية وبصفة خاصة أن فرنسا منذ الأمس بدأت تستقبل عائلات أكرانية هذه النقطة خالد لو تسمحني المساعدات الإنسانية كان رئيس الفرنسي ماكرون خلال هذه الكلمة عن الأوضاع الأوكرانية روسية تحدث عن التزام فرنسا تجاه اللاجئين وتجاه أيضا الأطفال النازحين الأوكرانيين هل هناك خطة على الأرض لاستقبل هذه الأعداد تحديدا وأن المفاوضية السامية لشؤون اللاجئين كانت قد أعلنت أن التوقعات بتخرج بالملايين وربما خمسة ملايين أو أكثر في المرحلة القادمة من النازحين أو اللاجئين من أوكرانيا لأوروبا فهل هناك خطة تم وضعها بالفعل لاستقبل الأعداد داخل بالطبع هناك الحديث عن ما بين سبعة مليون وثماني مليون لاجئ أو مهاجر أوكراني للدول الأوروبية معظمها تكون على الدول المجاورة زي بولندا ورومانيا والمجر وغيرها من هذه الدول وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانا كان له حديث بأن هناك بالفعل من الأوكرانيين من هم متواجدين على الأراضي الفرنسية والأراضي الأوروبية سيتم زيادة تصريح الإقامة لمدة ثلاثة أشهر يمكن أن تمتد لمدة ستة أشهر ومنها إلى ثلاثة سنوات وأيضا أكد على همية استقبال هذه الأسر وتقاسم أعباء هذه الهجرة بين الدول الأوروبية تابعت أيضا منذ قليل على الحدود مع إيطاليا والحدود مع سويسرا بعض المدن سواء في القرى المتواجدة بجوار مدينة نيس وأيضا بجوار مدينة جرونابل على أن تم فتح الصلاة الرياضية للأطفال وبصفة خاصة للأطفال والنساء والأسر الأوكرانية هناك أسر فرنسية تستقبل الكثير من الأسر الأوكرانية هناك أيضا دعم مادي مأكلات مشروبات أدوية ودعم بالأجهد الخاصة بالتدفئة أيضا لأن أجواء الأمطار والجليد والسقية كل هذه الأمور متواجدة الحقيقة فرنسا بتوفرها وكلمة حقي لا بد أن نذكرها أن فرنسا لا تقدم هذا الدعم إلى أوكرانيا فقط ولكن على مدار سنوات وسنوات تابعت مثل هذه المساعدات إلى كل الدول التي ظهرت فيها نقطة أما تماني من المتحد الأوروبي خاصة من قواعده بشأن اللاجئين أصبح هناك أذرع مفتوحة حتى للدول التي كانت من قبل في الداخل الأوروبي يعني هناك صعوبة لاستقبال أي تلاجئين من معارك أو أزمات أخرى دائرة في أي منطقة الآن أصبح هناك شكل من أشكال الأذرع المفتوحة قاقرار أو اتفاق ضمني بين الاتحاد الأوروبي طيب في هذه النقطة تحديدا خالد خليني أسألك عن استطلاعات رأي الأخيرة الخاصة بماكرون نظرا لقرب الانتخابات الرئاسية الفرنسية هل مسألة استقبال اللاجئين والباب المفتوح يمكن أن تؤثر بأي شكل من الأشكال على استطلاعات الرأي تحديدا لصالح اليمين المتطرف نظرا لأن مارين لوبان متقدمة بشكل أو بآخر في أرقام استطلاعات الرأي بعد ماكرون بشيء طفيف ولا وطقة الأمر مختلفة بالنسبة للناخب الفرنسي تحديدا بالنسبة للنازح أو اللاجئة الأكرانية حقيقة لما لأن هذه النقطة كانت موضوع الهجرة والمهاجرين كانت هي النقطة الثانية أكثر أهمية بعد المشتريات أو القوى الشرائية التي يهتم بها الفرنسيين وقبل حتى قطاع الصحة أو التعليم أو غيرها من النقاط التي تهم الناخب الفرنسي أولا الرئيس إيمانويل ماكرون سيتقدم بالترشح إما مساء اليوم أو غدا أمامه حتى السادسة بتوقيت باريس السابعة بتوقيت القاهرة غدا أن يتقدم ده آخر مهلأ له أن يتقدم رسميا للانتخابات حتى هذه اللحظة لم يترشح الرئيس إيمانويل ماكرون لكن جميع استطلاعات الرأي مؤسسة جانجوراس وجريد تلوموند وغيرها من استطلاعات الرأي يؤكدت على أن الحرب في أوكرانيا غيرت اهتمامات الفرنسيين الجانب الأهم الآن أصبح الأمن فرنسا وأمن أوروبا ولهذا كان ربط المختصون الخطاب الذي قدمه الرئيس إيمانويل ماكرون أو الخطاب الرسالة الرسالة التي قدمها الرئيس إيمانويل ماكرون للجيش الفرنسي بأنه يعتمد عليه وأن فرنسا تراهن على قواته بأنه نوع من أنواع إثارة الحماس داخل الشعب الفرنسي في إطار حملاته الانتخابية جميع استطلاعات الرأي بتؤكد أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيكون هو ساكن الإليزي للفترة الثانية اعتبارا من نهاية أبريل هذا العام في الجولة الأولى سينتصر على مارين لوبين تأتي بعده بـ 25% ومارين لوبين 18% وإريك زامور 15% وفاليري بيكريس 14% وجون إيب وومي لانشون 11% هؤلاء هما الخمسة في الترتيب أما في حالة وصوله للمرحلة الثانية فسينتصر الرئيس إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي كان بنسبة 55% هذا الأسبوع زادت النسبة بنسبة 57% إذن الفرنسيين يثقون في قدرة الرئيس إيمانويل ماكرون على قيادة الدولة الفرنسية لمرحلة ثانية وفي الأيام القليلة القادمة سيظهر هذا جليا من خلال الانتخابات الفرنسية خالد في بداية الأمر وفيما يتعلق بالعقوبات كان هناك الكثير من المخاوف كانت العقوبات تصعودية على استحياء خوفا من أنه تنعكس هذه العقوبات على الشارع الأوروبي بمختلف البلدان هل انعكست العقوبات على الأسعار أو عملية التضخم في الشارع الفرنسي؟ بالفعل يعني بالأمس كان هناك يعني رقم مزعج جدا فيما يخص التضخم بالنسبة لأوروبا لأول مرة يصل التضخم لأكتر من 5.8% يعني يصل تقريبا لـ 6% في أوروبا بالنسبة للمواطن الفرنسي بدأت أسعار المحروقات البنزيم وصل سعره لـ 2 يورو كان مثلا بيورو نصف خلال أسبوع من المتوقع عن تزيد الأسعار ولهذا من خلال الخطاب بالأمس أكد الرئيس إيمانويل ماكرون أنه سيطلب من حكومة جانكستيكس من حكومة أغذي بعض القرارات لمساعدة الأفراد والشركات التي نالتها هذه الأزمة وتداعيات كبيرة للعلم تصريح جون إيبلور دوريون هذا الصباح بأن الأسوأ ليس خلفنا وأمامنا بل هو أمامنا هو يؤكد هذه المقولة هناك زيادة كبيرة جدا في الأسعار أسعار المنتجات الأساسية الزراعية وأيضا ارتفاع أسعار الغاز وطبعا الكهرباء وبالرغم من أن الحكومة الفرنسية كانت قد اتخذت قرارا بتجميد هذه الأسعار حتى يونيو ثم حتى نهاية العام إلا أن بالفعل هناك مشكلة كبيرة جدا وهذا كلام إيمانويل ماكرون بالأمس ستؤثر على القوة الشرائية وتؤثر بالتالي على الوضع الاجتماعي ومعاناة الأسر وبالصفة خاصة الأسر الفقيرة والأسر المتوسطة والأقصر أيضا بعض من الشركات منها رينو ومنها توتال ستتأثر وستخسر كثير من الأموال لتواجدها وارتباطها بالسوء الروسي بصورة أو بأخرى إذن هذه العقوبات لم تطال فقط روسيا بل تطال أيضا فرنسا وأوروبا نعم خالد ونحن نتحدث عن العقوبات وأنها لن تطال فقط روسيا لكنها سوف تطال أيضا أوروبا دعني أعود مرة أخرى لتصريح الرئيس الفرنسي منوال ماكرون عندما قال أن الأيام القادمة ستكون أكثر صعوبة على أوكرينيا السؤال الذي يطرح نفسه ما الهدف من هذا الأمر؟ هل الهدف هو التحديل لما هو قادم أم أن الهدف ربما يكون على أنه لا بد من طرق أبواب جديدة فيما يتعلق بالمفاوضات؟ وبما أننا أيضا تحدثنا عن المفاوضات كيف يرى المحللون والمراقبون هذه المفاوضات التي ستحدث اليوم؟ التوقعات المختلفة بالنسبة لهذه المفاوضات هل من الممكن بالفعل أن تخرج على الأقل بوقف لأطلاق النار؟ الحقيقة جميع المحللين السياسيين بيؤكدوا أنه بصورة أو بأخرى الجيش الروسي تقدم على الأراضي الأوكرانية هذا التقدم لم يكن سهلا وسيكون طويلا وأن الجبهة الأوكرانية الآن لم تنهار بعد وأن الدعم العسكري سيزيد من الدول الأوروبية والوقود سيزيد من الدفاع عن أراضي الأوكرانية الخوف والتخوف ليس فقط على أوكرانيا ولكن على مالدوبيا وبعض من الدول المجاورة ويبدأ الحديث عن المواجهة مباشرة بين أوروبا أو بين حلف شمال الأطلسي وروسيا وهذا ما لا يتمنى للمحللين السياسيين ولا حتى المحللين العسكريين بدليل التصريحات أننا لسنا في حرب مع روسيا بالفعل الجانب الفرنسي هو الجانب الذي يشدد على أهمية الحوار مع الرئيس الروسي أهمية إيجاد نقطة طلاقي ولهذا عندما تحدث الرئيس إيمانويل مكرون مع الرئيس الروسي لم يتحدث مع الرئيس الروسي فقط بل تحدث أيضا مع رئيس بيلاروسيا لأن الرئيس بيلاروسيا يقدم الدعم للرئيس الروسي ولهذا هو يحاول تكفيف منافع الدعم لروسيا وأيضا يقوم بتقديم الدعم لأوكرانيا كل هذه الضغوطات تدفع إلى إيقاف الاعتداءات فورا عدم الاعتداءات على المدنيين فتح طريق جنوب العاصمة للذين يريدون الخروج من العاصمة كل هذه الطلبات هي كانت طلبات الرئيس إيمانويل مكرون نعم السؤال خالد هو كيف يرى المحللون هذه المفاوضات أم ما زال الأمر ضبابي بالنسبة لكافة المراقبين والمحللين الحقيقة حتى هذه اللحظة الأمر يعتبر ضبابي لأحد يمكن أن يتوقع ماذا سيحدث بعد ساعة ولكن هناك الوصف بأن روسيا تقوم باستراتيجية دفاعية ثم انسحاب ثم بتاكتيكات عسكرية معينة لا يمكن أن نقول وهذا ظهر رجاليا بتضارب المعلومات دعاء أوكرانيا أعلنت أن هناك سبعة تلاف جندي روسي قتلوا في الوقت نفسه أيضا الجانب الروسي أعلن أن هناك خمسمائة فقط قتلوا فحرب المعلومات وهذا يجرني دعاء للعقوبات التي تم اتخاذها على بعض من القنوات التي تحدث عنها الرئيس الفرنسي بالأمس التي تقدم الدعاية الكاذبة والمضللة للجيش الروسي وهذا أيضا باب آخر من باب العقوبات الأوروبية التي تحاول فرنسا دفع أو فرنسا أوروبا عموما وسفة عامة والمكسب الوحيد دعاء هو للقارة الأوروبية رئيس إيمانويل ماكرون نقطة هامة جدا دعا لاجتماع يوم 10 و11 مارس طبعا في باريس للدول الأوروبية لتحقيق حلمه الذي لا طالما حلم به وهو قوة أوروبية موحدة نعم خالد شقير من فرنسا بزيلة شكرا لك اشتركوا في القناة